ايه حكاية اشرف بن شرق اشرف بن شرق بياخد نفس الرقم السومة ده في قطر والرقم كبير 3 مليون دول في السنة كبير وانتو مش تدفع الاتنين بقى دي مستحيلة مستحيلة طبعا هل ينزل الرقم وارد عفوا انا قدت في قطر انا متكلم على الجزيرة الاماراتية هل ينزل الرقم لا هل اشرف بن شرق من اللعيبة اللي ممكن تضحي بأمور مالية لا اشرف بن شرق لما كان موجود في النازل زي ما اشرف حاكم تبعوا عارفين هو كان لعب مخلص جدا كان بيقدي بشكل رائع جدا بس هو في قصة الفلوس هو ما بيستناش ما بيستناش الرقم بتاعه شهر يتأخر يومين الشكاوى على طول وانا عايز فلوسي اه في الملعب وفي جدا ومخلص جدا خارج الملعب مش من اللعيبة اللي ايه ينفق تاخد تدي معاه في التأخير في تخفيض في تفاصيل فهو عنده حاجتين اشرف بن شرق يضمن المقابل المادي بتاعه في السنة يعني الراتب بتاعه ويضمن دي نقطة مهمة بقى يضمن او يعرف او يفهم مصير مجلس ادارة نادي الزمالك ومستقبل نادي الزمالك دول حاجتين طلبهم اشرف بن شرق طيب بقى اشرف بن شرق بس مع الجزيرة الاماراتي نفسه لسه عقده مع اشرف بن شرق ممتد للموسم اخر الجزيرة بحسب معلوماتي اصلا يرفض الاستغناء عن اشرف بن شرق اساسا يعني من زي اهل جده بقى مش حكابتة اهل جده اللي بقولك انه مستعدي بيه عمر السومة عادي لكن في اناك بن شرق الجزيرة عايزه فعشان كده بقولك ايه بن شرق معقدة شويتين السومة اسهل نسبيا رمضان صبحي حكايته كلها تتلخص في برامد برامد زي موافق ولا لا برامد رفض مؤخرا انه يسيب عبدالله السعيد للزمالك في يناير هل هيسيب رمضان صبحي دي صعبة لاتب رمضان صبحي اصلا كبير وضخم جدا برضو هو من اكتر اللاعبين لم يكن اكتر اللاعبين حصولا على مقابل مالي في الموسم في اي نادي في مصر فالامور بالنسبة لنادي الزمالك اه زمالك متحفز جدا ومتحمس جدا انه يضم صفقة سوبر التلاتة على طولة نادي الزمالك السومة اشرف بن شرقي رمضان صبحي من السهل فيه او مش من السهل من اللي زي ايه يقولك ده ايه متيسرة ممكن تمشي السومة يجي بعدها مين بن شر يجي بعدها مين رمضان صبحي ايه بالترتيب انا قلت لك كل حاجة كل التفاصيل انا مش من الناس اللي هتطلع تقولك اسمه وتجري تقولك اقولك الزمالك هيجيب بالسومة خليك فاكر انا قلت لك هو انا اقول لحده قلت لك لا مش هقولك الكلمتين دول خالص انا بشرح لك كل الكواليس عشان وارد الزمالك اصلا لا يوفق في الثلاثة لعبين ويجيب لعب اخر مميز برضو او ما يجيبش بس ده الوضع الحالي في نادي الزمالك شرحت لك بالتفصيل المميل هذا عن نادي الزمالك اشتركوا في القناة